مجاهدين ونتحول إلى العاصمة السعودية رياض وينظم إلينا عبر الأقمار الصناعية العميد الركن أسعد الزعب رئيس الوفد المعارض المفاوض في جينيف صباح الخير أهلا بك معنا عميد أسعد قراءتكم لهذه الضربات الأمريكية وما هي الرسالة الموجهة إلى بشار الأسد من خلالها بسم الله الرحمن الرحيم دعيني بداية حقيقة أفصل ما بين التقييم العسكري والتقييم السياسي لهذه الضربة التقييم العسكري لهذه الضربة أقول هي ضربة فردية نفذت من قبل مجموعة من صواريخ تمهوك حقق على هدف استراتيجي لكنها حققت نتائج تكتيكية أدت إلى إخراج المطار أي أنها دمرت ما نسبته ما بين 45 إلى 55% من الأغراض الموجودة على مساحة المطار سواء كان حضائر الطائرات أو مركز الصيانة أو مقرات القيادة أو برج المراقبة أو حتى أيضا ساحات الطيران يضاف إلى عشاش الذخيرة ومستودعات الوقود لكن أقول حقيقة من الناحية السياسية هي أعطت عدد كبير من الرسال ربما الرسال التي أعطتها أكثر من عدد الصواريخ التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية 59 صاروخ لكنها بكل أحوال هي لا تتناسب مع حجم الجريمة النكراء التي ارتكبها تنظيم بشار الأسد الإرهابي في سوريا بحق أولاء الأطفال من هذه الرسائل هي رسائل الداخل السوري سواء كان القسم المتعلق منها بالثورة السورية والأمهات الثكالة التي فقدنا أولادهن أو رسالة أخرى باتجاه النظام التي كذبت وضحضت كل افتراءات وأكاذيب وأحاديث النابحين باسم النظام خاصة وزير الخارجي بالأمس وليد المعلم وكذلك الذين تحدثوا باسم النظام على أنه كانت غارة الساعة الحادية عشر واستهدفت مستودعا للأسلح الكيميائية إذن هذه الرسالة والرسالة الأخرى أيضا لرأس النظام بشار الأسد لتقول له كفة تماديا كفة تجاوزا للمجتمع الدولي وكفة تجاوزا لقرارات مجلس الأمم والشرعي الدولية يجب أن تخف عند حدك وهذه مؤشر أو هذه إشارة من أجل أن تعلم أن لا أمل لك في سوريا ولا مستقبل لك في سوريا الآن تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية والآن يجب أن تعلم أن إدارة أوباما ليست كإدارة ترامب أعتقد هذه رسالة ورسالة عميقة وواسعة وهمة للنظام السوري يضاف إلى أن عدد هناك كبير من الرسائل منها إلى إيران منها إلى حزب الله الداعمين للنظام وأيضا رسالة للداخل الأمريكي لتؤكد الأمريكيين أن الولايات المتحدة الأمريكية كما وعدهم ترامب في الحملة الانتخابية هو سيعيد أمريكا إلى مجد عزها وقيادتها للمجتمع الدولي لن تكون هناك روسيا تضاهي أو توافق أو ترافق هذا التواجد الأمريكية أو القيادة الأمريكية يجب أن يكون أيضا هناك حضور لمجلس الأمن قوة لمجلس الأمن لن يتم هناك أخذ فيتو كل ما تحدثت به روسيا على أن هذه الغارات لم تستهدف أو لم تضم أو لم تستخدم فيها سلاحة كيميائية أصبحت عمليا عبارة عن سلعة كاذبة قديمة جدا لم يعد المجتمع الدولي يعيرها اهتمام لم يعد المجتمع الدولي يثق بروسيا أيضا رسالة لروسيا أنها ضعيفة أضعف من أن تتمكن من ضمان بشال أسد أو نظام بشال أسد أو حتى تستطيع أن تخلصه من مواده الكيميائية ما زال يحتفظ بقسم من هذه المواد والدليل أنه قام باستخدامها متجاوزا الصلاحيات والقوات والقوة الروسية إذن هناك عدد كبير من رسالة رسالة حتى لبعض الدول العربية رسالة حتى للدول الأوروبية يعني اليوم نحن نشاهد ردود الأفعال البريطانية والفرنسية ما كانت لتكون لو لهذه الضربة الأمريكية لذلك نقول باختصار أنها من الناحية العسكرية هي عبارة عن نتيجة تكتيكية من الناحية السياسية هي عبارة عن نتيجة استراتيجية طيب إن خذنا أكثر في الشق العسكري عميد أسعد تأثيرها على القدرات العسكرية لنظام الأسد وأنت تحدثت حضرتك أنه بين 45 إلى 55% أدت إلى دمار في مطار الشعيرات نعم يعني أولا مطار الشعيرات هو واحد من أربع مطارات من أكبر أربع مطارات في سوريا لكنه بيعتبر المطار الأول في المنطقة الشمالية باعتبار أن الأمريكان أبلغوا الروس على تنفيذ هذه الغارة من أجل أن يقوموا بإجلاء خبراءهم الموجودين في مطار الشعيرات فأعتقد أن الخبر وصل أيضا للنظام الذي قام بتنفيذ مناورة مطارية قبل الساعة الثانية عشر ليلا بنقل بعض من طائراته إلى مطار التيفور ومطار حما وبالتالي الطائرات التي كانت موجودة على ساحات الطيران الموجودة على تكسي المطار كلية أصبحت في مطارات أخرى بطريقة المناورة المطارية لكن الطائرات الأخرى التي بقيت في المطار يعني لو كانت الضربة محققة للمفاجأة الاستراتيجية منها كان هناك أكثر من أربعين طائرة موجودة في المطار لكن أعتقد أن كل الطائرات التي ما زالت بالمطار لا تتجاوز بثلاثين أو لا تتجاوز ثمانة وعشرين طائرة ومعروف تماما على المطار فيه ثلاث أسرب نعم شكرا جزيلا لهذه المشاركة حدثنا عبر الأقمار الصناعية من الرياض رئيس وفد المعارضة السورية في جينيف العميد الطيار أسعد عوض الزعبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر